هروح لك للسيراميكا شايف الدوري السنادي ازاي؟ يعني السيراميكا هيلعب يوم السبت أمام النادي الأهلي شايف الدوري ازاي؟ هل هيكون فيه منافسة حقيقية؟ ولا هيبقى برضو قصة أهلي والزمالك وبيراميدز؟ هو فيها... لا هيبقى فيه منافسة بس منافسة على عدد أنديها يعني يعني الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيه سيراميكا ماشية بشكل كويس بعد كده هتيجي مثلاً في البنك الأهلي؟ البنك الأهلي بس يباكي أهلي بكل سنة يخضنا في بداية الدور مع كي يصرع من أجل البقاء ونفس القصة سيراميكا على فكرة لا لا سيراميكا والله السنة اللي فاتت برضو كان السنة اللي فاتت كان نحن كان تيم قوي جداً ولكن في بعض النتاج لأن الكابتن أيمن الرمادي بحيب يلعب الكرة الهجومية بشكل كبير جداً يعني أنا في متابعات السيراميكا حتى للنحية الدفاعية ما بايش فيها اهتمام قوي لا سيراميكا السنة دي إن شاء الله على المستوى اللي احنا شفناه مبارات الأهلي لا سيراميكا رايحة في حتة تانية خالص بوجود طبعاً الصفقات الجديدة زلاكة وفي ناس كتير سبحان الله سيراميكا ساب محمد إبراهيم ووحمد ياسر رحمة البنك الأهلي وتحس إن الصفقات اللي جدت وقساب صديق أجولة مم وفي لعبها تقيلة يعني مم تحس إن الصفقات اللي جد له ممكن تكون مفيدة أكتر من اللي مشوا لا هم أسكية لا أنا في سيراميكا 16 صفقات لا في سيراميكا المدير الرياضي طبعاً مستر معتاز البطاوي وطبعاً نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طريق أبو العنين عاملين شغل كويس جداً جداً وصديق أجولة لما يمشي وتجيب أربع لعيبة من بيرامدز فخر لقاي على زلاكة إسلام عيسى إسلام عيسى وعبدالله مجد الباك اليمين لا هم بيعرفوا يعملوا فرقة بشكل كويس جداً والخبرة